المكتب التنفيذي المكتب التنفيذي باعتباره الذراع الفني للأمانة العامة لمجلس التعاون في تقديم الدراسات والأبحاث التي تخدم المواطن الخليجي في مجال العمل والقوى العاملة والشأن الاجتماعي من جانبه قدم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جزيل الشكر والتقدير لمملكة البحرين ممثلة بوزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية على جهودهما التي أفضت إلى انتقال المكتب التنفيذي للمقر الجديد سعيا لمواكبة الإنجازات الخليجية المتسارعة فيما يتعلق بمجالات العمل والشؤون الاجتماعية مملكة البحرين دائما تتشرف باحتضان ورعاية العمل العربي الخليجي المشترك واستضافة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل منذ سنوات طويلة منذ تأسيسه ومملكة البحرين تقدم كل الدعم والرعاية والاستضافة لهذا المكتب الذي يعني بالتنسيق في المجالين العمالي والاجتماعي وهي من أكثر المجالات التي تحتاج إلى تعاون مستمر وتنسيق في السياسات والبرامج التي يعني تهم الإنسان وتهم الطبق العاملة وتهم الشرائح الأكثر احتياجا في المجتمع فالمكتب التنفيذي باستضافة مملكة البحرين وبرعاية الأمان العامل لمجلس التعاون يقوم بدراسة وبلورة العديد من المبادرات الخليجية المشتركة في المجالين العمالي والاجتماعي وسوف تستمر مملكة البحرين في تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لهذا المكتب لتحقيق الأهداف المرجوة